سيدة تقية صالحة أثناء ركوبها سيارتها التي يقودها ابنها لتذهب وتدفع رسوم الحج الذي سيحل بعد شهور لمحت في الطريق سيدة تقف في تعب شديد وتحمل طفلها الذي يبلغ من العمر ستة أعوام وتنتظر حافلة فطلبت السيدة من ابنها أن يتوقف عندها ويوصلها إلى المكان الذي تريده صعدت الأم وابنها السيارة وشكرت السيدة لمرؤتها وأخبرتها في حزن أنها تريد الذهاب لمعهد القلب ثم شاهدت الطفل يداعب أمه ويحاول أن يخرجها من حزنها بكل طريقة وظل هكذا حتى شاهد ابتسامة أمه التي خرجت بحزن كبير وعندها سأل الطفل أمه أمي متى سيأخذني الله عنده؟ لقد تعبت كثيرا من الحقن والأدوية عندما سمعت السيدة سؤال الطفل لأمه شعرت بصدمة وحزن شديدين وكأن جسمها أصيب بالشلل وشعرت بأسا أشد عندما سمعت أمه تقول له والدموع تملأ عينيها لا يا حبيبي ستظل معنا ومع أختك الصغيرة التي تحبك وتنتظر عودتك طلبت السيدة من ابنها أن يقف بالسيارة ثم نزلت وجلست بالخلف بجانب الطفل وقالت له وهي تبتسم له وتجلسه على قدميها أنت طفل رائع وضحكتك جميلة فقال لها الطفل والدموع في عينيه لقد كنت أجمل بكثير ولكن كثرة الأدوية والإبر غيرت شكلي قبلت السيدة يد الطفل وأخذت تداعبه حتى ابتسم وضحك بصوت جميل ومع كل ضحكة ينظر لأمه وكأنه يطلب منها أن تشاركه الضحك ثم سألت السيدة أمه عن مرضه فقالت لها للأسف هناك بعض المشاكل في قلبه ويحتاج إلى عملية بأسرع وقت وإلا مات بعد أشهر كما أخبرني أكثر من طبيب ونحن للأسف فقراء ولا نمتلك ثمن العملية ونحاول معالجته بالأدوية حتى يأذن الله إما بالشفاء أو الموت حزنت السيدة كثيرا وبعد تفكير قليل قالت لوالدة الطفل لا داعي للذهاب إلى المعهد الآن هيا بنا إلى الطبيب المعالج وسأتكفل بثمن العملية مهما كان وإن شاء الله سيعيش طفلك الجميل ويلعب مع أخته وأصحابه لم تصدق الأم ما سمعته وحاولت تقبيل رأس السيدة عرفانا لها بالشكر ولكن السيدة منعتها وقالت لها الحمد لله وحده الذي بفضله جعلني ألتقي بك وأغير طريقي وبالفعل ذهبت السيدة مع والدة الطفل إلى الطبيب المختص ودفعت له تكاليف العملية وأخبرها أنه سيجريها للطفل صباح الغد عادت السيدة والأم وطفلها إلى السيارة وقام الإبن بتوصيل الأم وطفلها للبيت ثم عاد بأمه لبيتهم وأثناء الطريق قال الإبن لأمه ما أعظمك من أم لقد ضحيت بالحج من أجل طفل لا تعرفينه ونسيت أنك وعدت أختي التي لم تنجب منذ خمس سنوات أنك ستبتهلين بالدعاء لها أثناء الحج بأن يرزقها الله بالإنجاب ابتسمت السيدة وقالت لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وأنا لم أنس أختك فقد دعوت الله قبل أن نذهب بالطفل إلى الطبيب وإن شاء الله سيتقبل الله دعائي أجريت العملية للطفل ونجحت بفضل الله وبعد شهر واحد علمت الأم من ابنتها أن الله رزقها بالحمل فحمدت الله القادر والمدبرة لكل الأمور ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادرة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغذني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام الصيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدرية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدرية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبكى الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لا بد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لأسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقروا بما سبق وأن الولادة لا بد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولا بد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ترجمة نانسي قنقر